قد نلت بالعزم والكتمان ما عجزت عنه ملوك بني مروان إذ حشدوا ما زلت أضربهم بالسيف فانتبهوا من رغدة لم ينامها قبلهم أحد وطفت أسعى عليهم في ديارهم والقوم ملكهم في الشام قد رقدوا ومن رعا قنام في أرض مسبقة ونام عنها تولى رعيه الأسد منه الشخص اللي غير مجرى التاريخ في العالم الإسلامي دون أن يكون له لا تاج ملك ولا منصب خلافة وفي الحقيقة قصته مليئة بالمغامرات والخيانات والإنجازات العظيمة فإيش تعرف عن أبو مسلم الخرساني الرجل اللعب دور حاسم في التأسيس لأحد أعظم الدول في التاريخ الإسلامي السلام عليكم كيف الحال وكل عام أنتم بخير بناسب الدخول لشهر رمضان الكريم والله يعيد علينا سنين مديدة وأنتم بصحة وعافية أنتم من تحبون إذا أول مرة تشوفني وما تعرفني فهذا أنا مدني عمر وقناتي خاصة لسرد القصص والأحداث التاريخية فإذا أنت تحب هذا النوع من القصص سجل اشتراك في القناة شوف باقي القصص ممكن تعجب قصة تحط عليها إعجاب ولد أبو مسلم الخرساني من أب فارسي وأم جارية في قرية قرق مدينة أصفهان واضطر والده قبل أولادته أصلا تحت ظروف الحاجة والقسوة والفقر إلى بيع الجارية اللي هي أمها أبو مسلم الخرساني وهي حامل فيه إلى شخص يدعى عيسى العجلي واللي كانت ضياعه في الكوفة في أصفهان هذا عيسى العجلي كانت ضياعه في الكوفة في أصفهان فاستمرت الجارية معه في ولدة اللي هو القلام اللي هو أبو مسلم أسمته قبل أبو مسلم اسمه إبراهيم في حدود سنة مية هجرية ونشأ مع أولاد عيسى العجلي هذا الإشارة أمه ويخدمهم ويجمع لهم الأموال من مزارعهم وأصبح مولى له فأبو مسلم أصلا منذ الصغر عاش في ظلم ونكد وعذاب من عيسى العجلي وأبناؤه فكان دايم يشتاق ويتتوق وينتظر لحظة الحرية وقصته راح تأخذ من عاطف أصلا بعد حياته فهذا اللي هو لسه تو طفل راح تأخذ قصته من عاطف حاسم بعد ملتقى بمبعوثين من العباسين اللي كانوا يخططون اللي طاحه في ذاك الوقت بالدولة الأموية بالأموين تحت راية الرضا من آل محمد فاشترك في الثورة هذه في ثورة قامت ثورة المغيرة بن سعيد العجلي في سنة مية وتسعة عشر هجري تم قبض عليهم هذول الثوار تم الزج فيهم في السجن وكان معهم أبو مسلم الخرساني واطلقوا صراحة لأنه أصلا هو كان مولى فما اتهموا بأي تهمه واطلقوا صراحة وظل اللي هو إبراهيم هذا في الكوفة يعمل في صناعة السروج صناعة السروج ليسروج الخيول بما أن هذا عمل العجلي وأبنائه فهو اشتهر في هذا العمل وأتقنه ولكنه استسقى منهم وأخذ منهم حبه والآراء الشيعة والولاء لأهل البيت وتعرف إبراهيم هنا على التنظيم السياسي العباسي السري اللي كان قايم في ذاك الوقت وأكثر ما عرف عن التنظيم هذا في السجن بعد الثورة اللي قام فيها هو أصلا ما يدري عنها ليش الثورة هذه وما كان ملم ببعض التفاصيل اللي هي التنظيم السياسي هذا لكن في السجن تعرف على كامل تفاصيل التنظيم السياسي هذا فأعجب فيه فانضم له فأعجبوا فيه أسيادهم بني العجل لكفاءته وذكاءه بالإضافة لحبه لآل البيت هذا الشيخ اللهم يدعوه ويضموه معهم أخذوه معهم لمقابلة الإمام إبراهيم العباسي أنا ذاك وباقي الدعوة العباسية للآن سرية فأخذوا معهم أبو مسلم اللي هو اسمه هذاك الوقت إبراهيم بعد أن سمح لهم أبو موسى أنه يدخلوا على الإمام إبراهيم فدخلوا عليه فحيوه وتفاجأ اللي هو الإمام إبراهيم بوجود هذا الشاب اللي معهم كان أبو مسلم الخرساني شاب طويل عريض البنية أسمر جميل يتمتع بالذكاء والحكمة والحفظ للشعر أعجب فيه إبراهيم الإمام هذا الشاب الصغير المتواجد مع البني عجل وذكوه وفطنته وحبه لأهل البيت الشديد ورغبته في الدفاع عنهم فقربوا منه وضموا إلى الدعوة وغير اسمه إلى عبد الرحمن وكان أبو مسلم هنا في هذه اللحظة تغيرت حياته أبو مسلم الخرساني رأسا على عاقه وتوسم إبراهيم الإمام في هذا الشاب الطموح والذكاء اللي نادر يبحث عنه إبراهيم الإمام ويلقاه في شخص مثل هذا فطلب من الدعاء اللي جواه من بني عجل إن يبقون هذا اللي هو إبراهيم والذي سمى الآن عبد الرحمن يبقوا عندهم يكون في خدمته فأبقى الإمام إبراهيم في خدمته فترة من الزمن وكان يقوم بيرساله للكوفة وخرسان لنقل الرسالة السرية وتوجيهات إلى الدعاء المتواجدين هناك بعد ذلك تم تعين أبو مسلم الخرساني الرئيس للتنظيم السياسي العباس السري في خرسان بتوجيهات من إبراهيم الإمام لأنه رأى فيه هذا القاعد اللي أنا أحتاجه اللي يكون هو قاعد التنظيم العباس السري في خرسان بسبب أنه رجل يجيد الفارسية وراح يكون له تأثير على أغلب سكان خرسان فتم تعينه ويرساله إلى خرسان كرئيس للتنظيم العباسي طلب منه أن جميع الأمراء المتواجدين في خرسان يتلقون الأوامر العباسية مباشرة من خلال أبو مسلم الخرساني في بداية الأمر أصلا بأول ما وصل قابل بعض الرفض من الأشخاص المتواجدين هناك العرب والأكبر منه في السن من أمراء التنظيم السري اللي لهم في الدعوة كم سنة هذا الشاب اللي جايب عمره عشرين سنة يصيره رئيس التنظيم فليقي بعض المضايقات منهم لكن بالنهاية استمعوا لأوامر إبراهيم الإمام وكانوا من ضمن النقباء والرؤساء اللي أصلا جاهم أبو مسلم الخرساني وقال لهم أنا معي رسالة بن دوب أنا من الإمام إبراهيم أنا رئيس عليكم كيف أنت؟ فتفاجأوا من الشابات الصغير أنت رئيس علينا قال هذه رسالة الإمام فكان من ضمنهم هذولا سلميان بن كثير الخزاعي ولاهز بن غريض التميمي وفي هذه الأثناء وقت وجوده في خرسان وصار هو رئيس التنظيم ما في شار دوارد الدول في خرسان إلا عن طريق أبو مسلم الخرساني وكان دائما الاتصال بينه وبين إبراهيم الإمام في فترة من الفترات زار أبو مسلم دهقان مروا الدهقانة والدهقين هذولا كانوا الناس اللي عايشين في الريف اللي عايشين في القرى طبعا قابل الدولة العباسية الدولة الأموية كانت بلاد فارس وخرسان ومراء النهر قابل الفتح الإسلامي أصلا مؤلفة من مدن وقرى وكان رجال الحكومة دائما سواء في الدولة الفارسية واللي قبلها يقيمون في المدن ويجعلون فيها كل قوتهم والقرى كانت في حوزة جماعة من أشراف الفرس ويعرفون بالدهقين وكان أعظم دهقين خرسان في أوائل القرن الثاني للهجرة دهقان هذا دهقان مروا كانت تضيع أكثرها بجوار أصلا مدينة مروا اللي هي عاصمة خرسان في هذا الوقت لذلك قالب علينا انتساب إلى تلك المدينة وكان يسمى دهقان مروا فالدولة العباسية والدولة الأموية بقيت على نفس الحال أصلا جميع الأمراء والولاء على المدن في خرسان يكونون عايشين داخل المدن جميع الجيوش والتحصينات تكون داخل المدن الهجر والقرى تكون بتحت مسؤولية اللي هو الدهقين هذولا وأصلا كانت الدولة الأموية قبل الدولة العباسية ما في أي شخص ما هو أصل عربي ما يشتغل نهائي في الدولة سواء بمستلام سلطة أو في الشرطة أو في الوزارة أو في الحجابة لازم أساس أول شيء يكون عربي بعد ذلك يشوفون وش عنده من قدرات وش عنده من مواهب يقدر يدير الأعمال اللي تكلف لي لو وجدوا شخص يقدر يدير أعمال أو شخص ذكي وفطين وعنده قدرة بإدارة عمل معين سواء من الحجابة أو من البريد أو من أي عمل كانت تقوم في الدولة لازم يكون في شخص عربي يثق في هذا الشخص أو يكون تحت وصايته تحت كفالته نظام كفالة فهو شبيه بنظام كفالة الحالي اللي يتم استخدامه في أغلب البلدان كان هذا دهقان مر لتأثير كبير على أغلب السكان اللي عيشون خارج المدن في القرى وأول ما وصل له أبو مسلم الخرساني ليتأكد من ولاؤه هل ما زال موالي للدعوة العباسية السرية علمه إذا نصره هذا الدهق اقتدى فيه جميع الدهقين المتواجدين في أغلب خرساني فقال له أبو مسلم الخرساني كلام كبير كلام يبين لك أن هذا الشخص انتماء أصله الفارسي مؤثر فيه للآن فقال له أنت تعلم يا أعظم الدهقين أن العرب يفاخرون بالنبوة لأن النبي منهم وقد احتقرونا وأذلونا وعاملونا معاملة الرق ولو استطاعوا ألا يبقوا منا أحدا مع أن الفئة السائدة منهم الآن وهم بنوا أمي ليسوا من أقارب النبي بل هم أعداء أهله وقد اضطهدوهم وقتلوهم وبخاصة آل علي بن أبي طالب ابن عمه فإنهم ساموهم على عذاب الشديد ولا يخفى عليك إن آل بيت النبي لا يرون فرقا في الإسلام بين العربي والأعجمي بل هم يفضلون العجم على العرب ولذلك كانت شيعتهم قالبتها من الفرس كما تعلم ثم سلم آل علي حقوق الخلافة إلى آل العباس عم النبي وكبيرهم الآن إبراهيم الإمام فتعولت شيعة بني علي في هذه البلاد إلى نصرة بني العباس فالإمام مقيم في الحميمة بالبلقاء قرب الشام وأمرني في العام الماضي أن أتولى الإشراف على هذا الأمر من الدعاء وخابر الأنصار وقد عهد إلي وكتب إلى إصحابه أن يطيعوني وجعلني أميرا على خرسان وما أفتحه من البلاد فاستسخرني بعض النقباء لصغر سني لأني دون العشرين من العمر وهم شيوخ كبار لكنهم أذعنوا أخيرا وقد أوصاني الإمام لما وداعه في العام الماضي وصية ذات بال هي أساس كل عمل عملته أو سأعمل في سبيل هذه الدعوة وكان الدهقان يسمع كلام أبو مسلم وهو مندهش من رزانته على صغر سنه وقد أحس وهو يسمع كلامه كأنه يخاطب شيخ كبير أو ملك جليل مما كان في وجه أبو مسلم من الهيب والوقاع لما سمعوا ويأشر إلى الوصية الإمام أساخ بإذنه الدهق يبقى يعرف وجو وصية الإمام هذه اللي وصى لأبو مسلم القرساني بعدما ذكر له أبو مسلم الوصية ومديده لجيبه وقال له أبو مسلم ها أنا إذا أتلوها عليك كما تلقنتها بالعربية حرفيا واخذ يقرأه والحاضرين اللي موجودين عند الدهق يجتمعون ضمن الرسالة يا عبد الرحمن الرسالة طبعا موجهة والوصية هذه من إبراهيم الإمام يا عبد الرحمن إنك رجل من أهل البيت فاحتفظ بوصيتي وانظر إلى هذا الحي من اليمن فأكرمهم وحل بين أظهرهم فإن الله لا يتم هذا الأمر إلا بهم وانظر هذا الحي ربيع فاتهمهم في أمرهم وانظر هذا الحي من مضر فإنهم العدو القريب الدار فاقتل من شككت في أمره ومن كان في أمره شبهة ومن وقع في نفسك منه شيء فاقتل وانا استطعت ألا تدع بخرسان لسانا عربي فافعل فأي قلام بلغ خمس أشبار واتهمت وظنيت فيه فاقتله فهنا تعجبت دهقان مروا من رسالة الإمام لأبو مسلم فظن في أبو مسلم هذا الشخص هو اللي راح يكون المسيطر والوالي على خرسان إذا نجعت الدعوة العباسية طبعا هذا دهقان مروا وكانت عنده بنت ما معنى بالقصة بس تجيب طارية كانت معه بنت وكانت تسمع الحوار هذا فكانت هذه البنت أبوها كان راغب يزوجها زعيم اليمانية المتواجدين في خرسان وهي كانت رافضة لأن البنت هذه ذكية وعندها دراية وعندها حنكة وشايف الأوضاع وقالت تدرس المستقبل فشايف أن اليمانية وزعيمهم ما هم مستمرين في الحكم لأن الدعوة العباسية راح تظهر عليهم فأول ما سمعت عن أبو مسلم الخرساني وجاء أبوها زارة وسمعت حديثه وعجبت فيه ففي لها قصة عن حبها لأبو مسلم الخرساني وكذا مرت هذه وترسله الرسل والرسائل لكن ما هي هذه قصتنا نخليها لأجاب نرجع لأبو مسلم الخرساني بعد ما قال رسالته على الدهاقين فأيدوا الدهاق وأخبروا أنه معهم في الدعوة وأنه ما زال مواليهم وأن أغلب الدهاقين المتواجدين خارج المدن في مرو أو في خرسان كاملة معه وعلى منهج الدعوة العباسية وأبو مسلم زار الدهاقين هذولا لأنه أصلا كان يعرفهم كان قبلها أيام إبراهيم الإمام يرسلوا بالرسائل الأمراء والزعماء المتواجدين في خرسان قد مرة عليها كذا مرة ويعرف من المؤثر فيها ومن الأشخاص اللي لهم دور كبير ويقدر يميلهم إلى جانبه ويبعدهم عنه بعد تولي أبو مسلم هنا رئاسة تنظيم السياسي العباسي الشري أصبح مسؤول عن أي خلل أو هفوة تصيب الدعاء في خرسان وكان عليه أن يتعامل بحذر شديد مع التيارات السياسية في خرسان كان من ضمن زعماء هذه التيارات زعيم شهير معروف نصر بن سيار الشاعر القائد الشجاع المعروف وكان نصر بن سيار يمثل الدولة الأموية على خرسان فكان نصر بن سيار هذا مع أخلاف أصلا مع والي العراق اللي هو يزيد بن عمر ومع الجديع الكرماني وولدية عثمان وعلي اللي هم يمثلون اليمانية المتواجدين في خرسان وبعض المضرية اللي كانوا متواجدين وكان هذا جديع الكرماني الممثل اليمانية قد قتل أصلا في معركة في أحد المعارك مع نصر بن سيار قتلوا نصر بن سيار في أحد المعارك وتولى ابنه علي على قيادة القبائل اليمانية والقبائل المتحالفة معها اللي هي القبائل شيبان بن سلم الحروري اللي كان يمثل تيار الخوارج أصلا في خرسان ولا يرضون كانوا الخوارج هذولا بأي خليفة من أي فئة إلا من فئاتهم من طول القصة أصلا في هذه الفترة راح نختصر بعض المواضيع ونركز على بعض الأشياء ونترك بعض الأشياء فكان على أبو مسلم باعه من العباسين أصلا دراسة هذا الوضع المتأزم واستقلاله لصالحهم وكانت القوة الخطرة في هذه التيارات هو التيار الأول اللي يتزعمه ناصر بن سيار اللي هم مثل الدولة الأموية فكان ناصر بن سيار أصلا شخصية سياسية بارعة غير أنه شاعره خطيبه مفوه فيقولوا أنه هذه الشخصية اللي هو ناصر بن سيار ظهر أصلا في غير وقته ولو لقي ناصر بن سيار أصلا دعم من الخلافة الأموية أول العراق لتغير أصلا مجرى الأحداث في خرسان وتغير التاريخ كامل بعد أن يعيش ناصر بن سيار أصلا من وجود أو إرسال أي نجدة له من قبل الخليفة الأموي هذا الوقت مرواني بن محمد حرك في خرسان بناء على علاقاته أصلا مع شوق القبائل وتياراتها السياسية وحاول قبل كذا أصلا ناصر بن سيار عقد تحالفات أصلا مع اليمانية والخوارج وقد أفلع في عقد التفاقيات جمع الأطراف الثلاثة ونجع في توجيه حاملة أسكرية أصلا اللي اقتال أبو مسلم القرساني لكن الحملة فشلت وما تحقق الهدف اللي أصلا تكونت عشانه الحملة وأسر أصلا قائد الحملة هذا المتحالف على أبو مسلم القرساني لكن ما قتل قائد الحملة هذه بل عمله بإحسان وضمده جراحه وبعد كذا أطلق أبو مسلم الخرساني صراحة بعد ما أخذ منه عهد أنه يقول ما شاف في المعسكرة العباسي من صلاة وتسبيح وحسن معاملة وحسن عبادة وطاعة وأنه يأخذ منه تعهد بعدم مقاتلة العباسيين مرة أخرى وانضمام لأي حلف وكان أبو مسلم أصلا من قرض هذا يبغي يفكك التحالف القائم أصلا في الخرسان بهذه الطرق أو بطرق كثيرة ملتوية راح نطرق لبعض الطرق اللي كان يقوم فيها أبو مسلم كان يقوم برسالة الرسائل على لسان نصر بن سيار يرسلها إلى اليمانية يعيدهم ويمنيهم بالحلف وأنه قائم معهم وأنه ما راح يتركهم ويطعن في الخوارج برضو اللي معها في الحلف اللي هو في حلف نصر بن سيار فيطعن بالخوارج ويقول لحاملة الرسالة هذا ويأمروا أنه يمر من معسكرة الخوارج فيشوفوا الخوارج يشكون فيه ما يعرفوا ألم فيين جاي فيمسكوا ويفتشوا واكتشفون هذه الرسالة اللي موجودة مع اللي موجهة لليمانية على لسان نصر بن سيار اللي فيها يذمهم ويطعم فيهم ويوالي اليمانية ويبارضوا نفس الشيء يرسل يقوم بحضار رسول آخر ويكتب له رسالة على لسان بن سيار نفس الطريقة ويرسله إلى معسكرة اليمانية فيها سب قذف لليمانية ونصره خوارج كان هذه الرسائلة القصد من أبو مسلم أنه يدب بين التحالف هذا الخلاف ضد نصر بن سيار لأن نصر بن سيار كان هو القوة العظمى اللي موجهة أبو مسلم في خرسان وبرضو كتب رسالة إلى علي بن جديع الكرماني اللي هو ابن جديع الكرماني اللي كان قائد يماني اللي قتل في معركة ضد نصر بن سيار وكان فيها يعاتب ويلومه وكاتب له فيها أبو مسلم ألم تأنف من مصالحة نصر وقد قتل بالأمس أباك وصلبه ما كنت أظنك تجتمع معه في مسجد واحد تصلي أنا فيه بهذه الأساليب والطرق قضى أبو مسلم على أي أمل لنصر بن سيار أنه توحيد جبهة قتالية أو لم حلفاء فيه خرسان ضد أبو مسلم وحاول أبو مسلم أن يكسب علي بن جديع الكرماني لصفه بذكاء فأعلن أبو مسلم أنه تابع أصلا هو لعلي بن جديع الكرماني وصل لخلفه المدة من الزمن وبهذا شيء تعرف على أتباعه وعرفهم زين وميزهم بين الشخص اللي يخشى منه وبين غيره كان هذا علي مغرور جدا وكان أبو مسلم حاول الغرور عليه لحبه للزعامة والسيطرة وحاول أبو مسلم الخرساني أنه يجعل اللي هو زعيم الخوارج اللي هو شيبان الحروري خارج الحسابات فإنه يلهي ذي أنه يجني خارج مراطق مختلفة في الخرسان وأشغلوا بنفسه فأشغال ما لها أي قيمة في التأثير في السيطرة على الخرسان وحاول أصلا أبو مسلم أكثر من مرة أنه يقوم بفاوضات مع نصر بن سيار لكنه كانت كلها أغلبها تفشى ففيه صارت مفاوضة بعد ضعف نصر بن سيار وضعف قوته بسبب تفكك التعالف اللي كان قائم بينه بين اليمانية والخوارج وافق على عقد هدنة مع أبو مسلم لكنه كان متنبه نبهوا أحد القراء إما لأحد المساجد كان ابن سيار يعرف الإمام هذا والإمام هذا يعرف الرسل اللي جايين من عند أبو مسلم بالمعاهدات وبعقد الهدنة وش الهدف من أبو مسلم لعقده هدنة فكان عارف الإمام هذا بكل خطط أبو مسلم ففي أحد الصلاوات وكان يصلي خلفه نصر بن سيار وقاتل أبو مسلم الخرساني على قراءة تلك الآية في الصلاة هنا استطاع أبو مسلم الخرساني يطر على المرو وقواعد خرسان كلها آتوا تعليمات الإمام العباسي بتعيين قحطبة بن شيب الطائي قائد واعلان الثورة الآن الثورة تصبح علنية وتبينت وجهته وهدافه وتم تسجيل المنتمين للجيش العباسي نسبة إلى قراءهم ومناطقهم في خرسان وهذا الشيء أصلا جديد عليهم من التسجيل في الجيش الأموي أصلا كان ما يتم غير وفق القبائل العربية فقط الآن الدولة العباسية تسجل اللي ينتسبون للجيش العباسي بناء على قراءهم وعلى هجرهم المتواجدة في خرسان وقام بأخذ مبايعة أغلب الجند اللي تم تسجيلهم والقراء والهجر للعباسيين عندما سيطر أبو مسلم وأعلن الدعوة العباسية وسجل الجنود وأخذ منهم البيعة تذكر أنه باقيله واحد اللي هو شيبان الحروري هذا زحيم الخوارج يرسله في بعض الحجر ويشغله بجلب الأموال والخراج رافض هذا شيبان الحروري أصلا بايعة الإمام العباسي فوجهل أبو مسلم حملة عسكرية دحرت شيبان وشتت شمله وأصبحت نيسابور مقر رئيسي في خرسان للعمليات العسكرية والجيش العباسي بعدها أرسل أبو مسلم الخرسان إلى علي بن جديع الكرماني طالبا منه أن يسمي خاصته يسميهم ويجردهم ويجوه قومه لكي يكرمهم ويصلهم ويوليهم المناصب خلاص حين الآن فرضنا سيطرتنا على خرسان عطنيها علي بن كرمان خلاص حين الآن سيطرتنا على خرسان وتنفوذوا عليها وطالب من علي هذا الكرماني هذا المبسوط والمغرور بالسلطة قال يا علي عطنا اسماء خاصتك ووجوه القوم عشان نكرمهم ونصلهم ونوليهم المناصب فقام علي فسمى جميع الرجال اللي مع وجوه القوم والساد اللي معه ويعطاه لأبو مسلم الخرساني جمعهم جميعا أبو مسلم الخرساني فقتلهم فكذا أنهى أصلا على علي بن جديع الكرماني ماله سيطرة فقتل أغلب قواد وأغلب رجاله الكبار قتلهم أبو مسلم الخرساني بناء على كتابة اسماءهم من قبل علي بعد كذا ما عاد بيقي قدام أبو مسلم لبعض المدن البسيطة وكلها سيطر عليها بسهولة ما عاد مدينتين هي تعبة أبو مسلم اللي بلخ وجرجال ما سيطر عليها لبلقوة بس أفرض نفوذه على جميع خرساني وما اكتفى هنا أبو مسلم بخرسان بنشر الدعوة العباسية اتجه لولاية فارس فأصبح نصف الدولة العباسية هذاك الوقت بيد أبو مسلم الخرساني ما اكتفى أبو مسلم بهذا الشيء بل رجع لرسالة الإمام إبراهيم الخطير اللي مكتوب فيها اللي يتخلص إذا قدر نتخلص من أي لسان عربي يتخلص منهم يتخلص من أقلب النقباء والعباسين والزعماء العرب في خرسان أما كان بيبعادهم عن خرسان أو يتخلص منهم بطربة أخرى كمثل منها القتل ومنهم الشيخ التنظيم السياسي العباسي سليمان بن كثير وابن محمد قتلهم بدون سبب وتم أصلا قتلهم هذولا في أثناء وجود أبو جعفر المنصور قبل يكون ولي العهد في خرسان وما أصلا ما أعطى اهتمام لوجود أبو جعفر المنصور لخرسان وعاملوا كأنه شخص عادي جاي زيارة ولاية خرسان منه أبو جعفر المنصور يعني وش نسوي له جاي زيارة خرسان أحيالله قهوه حطه بصدر المجلس فدار أبو مسلم ولاية خرسان دارة حاكم ما هو والي حاكم وما فوقه أحد ويمضي في أمور الدولة على الشيء اللي هو يشوف وما يرجع للإمام نهائي وما كان أصلا يرسل من خراج اللي هو خرسان سواء من خيراته واموالها من الزرع والغيره إلى الخلافة العباسية وإلى الإمام ولا أي شيء مع أن الدولة في ذات الوقت هي كانت أمس الحاجة لأي شيء أي شيء يجيهم عندنا بعاجته ولاه كان عنده أصلا جاسوس موجود عند مقر الدولة العباسية عند الإمام وعند أخوانه وبعد ذلك ولكن هنا الفضل لأبو مسلم والدولة العباسية أن خرسان هذه كانت كلها عباسية وصارت انطلاقات الجيوش منها على باقي بلاد الخلافة الأموية أقوى جيش وأقوى منطقة لقيام الدولة العباسية خرسان ويرجع فضل الشيء هذا لأبو مسلم الخرساني وما أحد كان ينكره الفضل هذا من العباسيين أنفسهم ففي سنة 130 هجرية وقع في يد الخليفة اللي هو مروان بن محمد اللي هو آخر الحكام الأموين أو آخر الخلفاء الأموين وكان يلقبوه أسسلا هذا مروان بين مروان بن محمد الحمار وما كان يلقبوه بالحمار لأنه غبي ولا دلق ولا ذا لا لأنه قوي وشديد ورجل تعبوا معنا أصلا العباسيين إنهم يقضون عليه فكان مروان بن محمد هذا خليفة قوي صارم جدا فكان من أصعب الخلفاء اللي قابلوهم العباسيين طول دعوتهم السرية في نفس السنة هذه اللي قلنا 130 هجرية فوقع في يد الخليفة الأموي مروان الحمار كتاب من الإمام إبراهيم إلى الدعاء العباسيين وفي بعض التعليمات للدعاء العباسيين قبل طبعا الصدع بالدعوة وإظهارها الدعوة علنية فانكشفت هنا خططهم خليفة الأموي مروان بن محمد فارسل لهم الجيوش للقبض على إبراهيم الإمام وكان مقيم وقت إبراهيم الإمام في حميمة اللي هي في الأردن حاليا قاموا بالقبض على إبراهيم وقيدوه ورسلوه إلى الخليفة دمشق أخذوا الخليفة وزج فيه في السجن وقاضوا في السجن سنتين اللي هو الإمام إبراهيم إلى سنة 132 توفي الإمام إبراهيم في السجن طبعا قبل يتوفى في السجن مروان بن محمد أرسل رسالة إلى أخوته وبتولية الخلافة بعد موته إلى أخي عبد الله بن محمد عبد الله بن محمد المشهور بأبو العباس السفاح مسلم الخرساني قابل السفاح وعجب فيه السفاح زي ما عجب فيه إبراهيم قبله وصار يثق فيه ثقة عمياء وأخبروا أبو مسلم بالانتقال أصلا من الحميمة بعد انكشف أمره من قبل الدولة الأموية إلى الكوفة فانتقلوا العباسيين من الحميمة إلى الكوفة فرتب لهم أبو مسلم ووزع لهم الجوج وزادهم بالتحالفات إلى الرد صار لهم جيش كامل في الكوفة فهين بعد ما أسسوا الجيش هذا اللي هو أبو العباس السفاح وأبو مسلم الخرساني في الكوفة بدا الجيش هذا بالاتجاهي للش Greetings قال الجيش اللي أرسلوا أصلا مروان بن محمد لكن أبو مسلم ما شارك أصلا في القتال هذا بيقي بس أرسل الدعم والجنود أبو العباس السفاح وبيقي متحصن في خرسان مع أن الجيش العباس الجديد هذا اللي توه إنشي راح يواجه الجيش الأموي لكن من المفارقات هزم الجيش الأموي وفر مروان بن محمد كان على رأس الجيش وفر مروان بن محمد اللي هو الحمار اللي قلنا آخر خلفاء المويات وما خلوا يطاردوا إلى استمره يطاردوا خمس سنوات وآخر ما وصلوا له وصلوا له في مصر وقتلوا وانتهت أصلا الدولة الأموية بعد انهزام أقوان بن محمد في هذه المعركة هنا سقطت أصلا الدولة الأموية وقامت الدولة العباسية في نفس السنة التي هي 132 حجرية بعد انتهى أصلا الدولة الأموية قامت الدولة العباسية أصبح أبو العباس السفاح هذا يثق في أبو مسلم ثق عمياءه وخلا زيمه ووالي على خرسان وأصلا أبو العباس السفاح هذا ما هو مبعد عن أبو مسلم والخرساني في البطش والقتل في الناس على الشبهة وعلى الصغيرة وعلى الكبير لا أبو السفاح ما هو من فرحة أصلا بعد انتهاء المعركة سامح وأباح أصلا أبو السفاح المدينة في الشام اللي يدمش للجيوش والجندة للعباسيين ثلاث ساعات يقتلون فيها أي شخص يقابله رجل طفل بنت عجوز شايب صغير كبير أي شخص اقتلوه لمدة ثلاث ساعات أستباح المدينة غصلت معهم إلى نمش حتى قبور الأمويين وصلبها وشب النار فيها وهنا زادت قوة سلطان السفاح بسبب ثلاثة رجال كانوا لهم الفضل الكبير في قيام الدولة العباسية أولهم أبو مسلم الخرساني كان في المشرق وثانيهم أخوه أبو جعفر المنصور اللي كان في مناطق شمال العراق والثالث عامه عبد الله بن علي وكانوا كلهم هذول أصلا الثلاثة اللي قاموا الدولة العباسية يكرهون بعض وكان بينهم الشر أصلا والذقائن والفتن من زمان وهذه الاختلافات أصلا ما طولت وظاهرت على السطح بعد وفاده اللي هو أبو العباس السفاح كان أبو جعفر المنصور أخو السفاح يكره أبو مسلم الخرساني زي ما قلنا لكم أول يوم زار أبو جعفر المنصور الخرسان وما أعطى وجه أبو مسلم الخرسان ويعتبره أي شخص زائر للخرسان ويش يسوي له أخذوه وقلطوه ويش يسوي له يسبب كرة أبو جعفر لأبو مسلم الخرساني لأنه من غير هذه وفي أشياء زيادة زادت الكرة ضد أبو مسلم من ضمنها أن أبو مسلم أصلا كان يحرج الدولة ويقوم مقام الخليفة في خرسان ودايم كان يذكر لأتباعه لو لم يكن هو أصلا القائم بالدعوة لقيادة الجيوش لما قامت الدولة العباسية أصلا من الأساس وهو بالفعل هذا وبكلامه هذا أصلا هو صاتق ما قامت الدولة العباسية إلا بسبب أبو مسلم الخرساني والسبب الثاني اللي جعل أبو جعفر يكره أبو مسلم أن أبو مسلم الخرساني غير معروف النسب وما يعرفونه أصل ومرة يدعي أنه أصلا هو أبو مسلم من نسب الفرس من سلالة الملوك الفرس الذين قضى عليهم الإسلام هذا الشيء اللي سواء أبو مسلم والخرساني أنه من سلالة الفرس أصلا كسبوا أهالي خرسان يؤيدوا ويوقفوا معه لأنه منهم وفيهم من نسلهم من بقايا الفرس بعدما انتصرت الثورة وصارت الدعوة العباسية وكانوا كل الناس في الفرس موالين للعباسيين أدعى أصلا أنه من نسل أدعى أصلا أنه أصلا من سلالة صليط ابن عبدالله بن عباسي يعني أنا عباسي وبنص الرسالة اللي أخبروا فيها إبراهيم الإمام هنا أبو جعفر أصلا من التناقضات أبو مسلم شعر أن هذا أبو مسلم عنده خطوة بسيطة ويشير هو الخليفة هو الآن يقول أنه رجل عباسي ورجل قوي وعنده نفوذ في خرسان بكرة يسوي انقلاب ويسوي ثورة ويطالب بالخلافة نفسه أكيد بيلقاله مؤيدين ويلقاله دعم كبير لا وتجرى أبو مسلم برضه بشيء ثاني جعل أبو جعفر يكره زيادة أنه خطب عمته آمنة بنت علي وكان يبغى يتزوجها واعتبر العباسيون أن طلب أبو مسلم هذا إهانة كبيرة لهم هذه أشياء زادت غيظ وكره أبو جعفر لأبو مسلم الخرساني غير أصلا أنه أبو مسلم كان مستهين أصلا في أبو جعفر المنصور لم يرى شيء يقول أنه مرة دخل أبو مسلم الخرساني على خليفة أبو العباس السفاح وسلم عليه سلام عليكم كيف الحال يا أمير المؤمنين عسك طيب وش علومك حكى الله أبو مسلم كيف الحال طيبين استريح هذا ترى أخوي أبو جعفر المنصور طل فيه أبو مسلم كذا وش يسوي له أبو جعفر المنصور وقال له يا أمير المؤمنين هذا الموضع لا يؤدى فيه إلا حقك يعني اش دخني أنا من عندك أبو جعفر أو غيره ما أشقاني ولا أني شايفه شيء هنا أبو جعفر أصلا جزاد كرة لأبو بسم خرساني هذا الموضوع معبر وله شايفه شيء أبو جعفر المنصور ما نسي يوم توفى إبراهيم الإمام وراح هو الخرساني يأخذ باعة الناس هناك وعلى رأسهم أبو مسلم الخرساني وكان يطالب أبو مسلم الخرساني بقتل سلم اللي هو سلم الخلال سلم بن حفص الخلال لأنه بايع أحد من العلويين وترك باعة العباس يقول أبو جعفر المنصور يقول أول ما دخلت هنا أول ما دخلت خرسان يقول هنا عرفت قوة ونفوذ أبو مسلم الخرساني يقول أول ما دخلنا الناس اللي يحتفون في أبو مسلم المفروض الناس يحتفي بولي العهد يقول خارج وفيقول خارج من المدينة استقبني بالمدينة بهرج كبير موكب أول مرة يشوفه في جعف رمصور يفكر أن هذول الموكب يحتفلون فيه فكان يقول خارجين من المدينة ويرفعون أصواتهم بالتكبير والتهليل لأبو مسلم يقول لك بين طرف بداية الموكب وانهايته فرسخ الفرسخ تقريبا 5 كيلو هذا هو موكب أبو مسلم هنا أبو جعف رمصور عرف أن الشخص هذا هذا لابد من القضاء عليه هذا تركه كذا راح يسبب أزمة في الدولة العباسية ويعجل بنهايتها أصلا قبل قيامها يقول فجلست عنده أبو جعف رمصور ثلاثة أيام ما سأني أصلا وش عندك؟ يقول بعد الثلاثة أيام أخبرته بالأمر البيع فبها يعذى وأخبره بأمر أبو سلمة قال إن أبو سلمة قال فعل هذا أبو سلمة أنا أكفيكم إياه فدع مرار بن أنس الضبي موجود عنده قائد جيش فقال انطلق إلى الكوفة فأقتل أبو سلمة حيث لقيته قال انطلق أصلا هذا اللي هو مرار بن أنس وقتل أصلا أبو سلمة القلاة أبو جعف رمي يوم شاهد الشخص هذا هذا خليفة هذا ما هو والي أمر يفعل وقته لينفذ بشارة تفاجأ أبو جعفر المنصور من عظمة هذا الرجل وكبرياءه وقوته وسفكوا للدماء بدون سبب أصلا وأنه أصلا يفعل ما يريد ولا يرجع للوالي أو للخليفة نهائي أيام الإمام ولا الآن أيام السفاح ما يرجع لهم أبدا في شيء وكان يقتل الناس أصلا بالظن والشك وهذا الشيء اللي أخبره أبو الإمام إبراهيم في رسالته فتقيد في الرسالة أبو بزل بالقرساني لأكمل وجه دخل عليه رجل وهو يخطب وشافهم لابسين كلهم أسود عمائم سود وأعلام سود فقال له الرجل مستغرب ما هذا السوادة الذي أراه عليه قال له أسكد حدثني أبو الزبير عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة يوم الفتح وعليه عمائم سوداء وهذه ثياب الهيبة وثياب الدولة يا قلام أضرب عنقه كان في شخص يدعى إبراهيم بن ميمون الصائق هذا كان قائم بدور الهيئة الأمر بالمعروف والنهي على المنكر ما يشوف منكر اللي ينكنه ولا يحث اللي على المعروف وكان جلس أبو مسلم الخرساني في زمن الدعوة وكان يعد أبو مسلم أنه إذا ظهروا قامت الدولة أنه يقيم العدود فلما تمكن أبو مسلم قامت الدولة العباسية جاء هذا إبراهيم بن ميمون وقال له يلا قوم باللي وعدتني تقوم بأرض الحدود والنهي على المنكر فأحرجوا أحرج أبو مسلم كثرة طلب فأمر بضرب عنقه وقال له أبو مسلم لما لا كنت تنكر على نصر بن سيارو أنت كنت عنده وهو يعمل أواني الخمر من الذهب فيبعثها إلى بني أمية قال له إبراهيم بن ميمون إن أولئك لم يقربوني من أنفسهم ويعدوني منها ما وعدتني أنت وكانوا الناس والكتابة التاريخ والعلماء يرون أن إبراهيم بن ميمون هذا هذا له الجنة على صبر ودعوة للمعروف وأنه على المنكر في زمن سواء النصر بن سيار أو أبو مسلم القرسان بعد فترة بعث أبو مسلم إلى السفاح استاذنه في القدوم عليه إلى الكوفة فسمح له جاء أبو مسلم القرساني وأناب على قرسان خالد بن إبراهيم فلما وصل عنده أبو العباس سفاح كان فيه هيئة عظيم وموكب عظيم فجلس مع أبو مسلم وأخذ علوم بعض فقال له استاذنك أبغى حج السنة هذه فوليت على خرساني اللي هو خالد بن إبراهيم قال له شوف يا أبو مسلم والله لو لا أخي أبو جعفر أن السنة هذه بيحج لوليتك الموسم لكن أوليك الموسم القادم بعدما خرج أبو مسلم كان أبو جعفر يحث لهذا الرجل فوقر شره أطعني وقت الأبا مسلم فوالله إن في رأسه لقدره فقال له يا أخي قد عرفت بلاؤه وما كان منه من قيام الدولة العباسية ما عوى أبو جعفر مصر على أبو السفاح نقتل أبو مسلم لكنه ما يسمع له بعد حج أبو جعفر وأبو مسلم وكان اللي هو والي للموسم والي حملة الحجيج أبو جعفر المنصور بصفة ولي العهد وتصرف أبو مسلم الخرساني في الموسم تصرفات ما يسويها والي هذا يسويها قليمة أخذ يكسب الناس أصلا في جانب وفي طريق الحج ويزع عليهم الأموال والملابس والطعام وكل هذه أصلا وزعها من أموال الدولة ما هم مماله وهم راجعين من الحج وصلهم خبر موت السفاح بالجدري بعد أنتقلت الخلافة لأبو جعفر المنصور وما بايعوا أصلا أبو مسلم الخرساني إلا بعدما رجع الخرساني ورسله برسالة يبايعوا فيها وخرج على أبو جعفر المنصور عم عبد الله بن علي في الشاق ودعي لنفسه وقام شهود بأنه أصلا هو ولي العهد لأن السفاح قد ولال العهد وأنه سار هو السفاح لمحاربة مروان بن محمد وهزموه واستأصلوه هنا أبو جعفر المنصور تورط أصلا هذول الثلاثة اللي ذكرناهم سابقا اللي هم قاموا الدولة العباسية وهم أصلا كلهم يكرهم بعض سواء أنا عبد الله بن علي عم أبو جعفر ولا أبو جعفر أبو مسلم فأبو جعفر تورط أنا هذول الثنين كلهم هذول أصلا طامعين في الدولة كيف تخلص منهم؟ جاتوا فكرة أنهم يضرب شهرون ثاني سوف يشوف له ذبرة بعدين أمسك أبو مسلم الخرساني وقال له الآن ما في أنا أو أنت لعبد الله وعمي فأسر إليه أنت بجيشك في الأنبار واقتل أخذ الأمر أبو مسلم الخرساني مع أنه ما يتقبل أي أمر من أبو جعفر المنصور فصار بجيشه إلى عبد الله بن علي وهدارت بينهم معركة واختفى أصلا عبد الله بن علي بعد هزيمة جيشه وتركه الغنايم والمخازن والمعسكة وقام أبو مسلم باحتواه هذا الكل مخازن والمعسكرات وهذه واحتواها وكتب لأبو جعفر المنصور يخبره أننا انتصرنا وحنا سيطرنا على الوضع أبو جعفر أرسل له مولى من عنده اللي يحصل أسلحة الأشياء اللي حصلها بعد المعركة هنا أول ما شاف أبو مسلم الخرساني شاف المولى هذا غاضب منه قال له أكون أمينا على الدماء ولا أكون أمينا على الأموال يعتمدوا مني أن أقضي على خصومه ولا يعتمدوا مني على الأموال وهم أبو مسلم بقاتل هذا المولى اللي أخبره بعض المتواجدين مع أصحابه هذا واش دخلوا هذا مجرد مرسول فهذا أبو مسلم ما قتل المرسول وقال إنما للخليفة من هذا الخمس علم المنصور ما له للخمس علم المنصور أن أبو مسلم أصلا تقير وأنه ناوي بعد أصلا هزيمة عم أبو جعفر أنه يرجع لأخرساء ما عرف أبو جعفر منصور أنه عمه انتهى هنا باقي أبو مسلم الخرساني كيف يقف عليه فهنا دار له أبو جعفر المنصور الخطط للقضاء على أبو مسلم الخرساني فكتب له بعدما علم أنه يرجع وأنه تقير عليه وأنه قالوا بعض المتواجدين مع أنه أصلا سب أبو جعفر المنصور فهذاك الوقت يمطلب أن المولى يحصر القنائم ويحصر العتاد والأسلحة كتاب له أبو جعفر المنصور رسالة يلاطف فيها أني قد وليت كمصر والشام أنزل بالشام واستنب عنك في مصر أي واحد تشوفه كوفه يحطه في مصر لما وصل الكتاب هذا لأبو مسلم وشافه وقرأه غضب وقال يوليني هذا مصر والشام وخرسانهم كلها لي تارك الدنيا وراجع لخرسان وهنا خرج أبو جعفر المنصور إلى المدائن قبل يوصل أبو مسلم إلى خرسان وكتب له ارجع عليه في المدائن رد عليه أبو مسلم يا أخوي أنتو اشتيبي تراك أشغلتنا وقال له لم يبقى لك عدو إلا مكنك الله منه وقد كنا نروي عن ملوك الأساسان أن أخوف ما يكون للوزراء إذا سكنت الدهماء فنحن نافرون من قربك حريصون على الوفاء بعهدك ما وفيت فإن أرضاك ذلك فأناك أحسن عبيدك وإن أبيت نفضت ما أبرمت من عهدك ظنا بنفسي والسلام فهنا قضب أبو جعفر المنصور لما جاء الرد من أبو مسلم الخرساني وأن ماه جايي ولا هم قابلوا بيتجه الخرسان كتب له رسالة فيها تهديد ووعي أما بعد فإنه يرين على القلوب ويطبع عليها المعاصي فأيها الطائش وفق أيها السكران وانتبه أيها النائم فإنك مقرور بأذقاث أحلام كاذبة في برزخ دنيا قرت من كان قبلك ووسم بها سوالف القرون وأردف ببعض الآيات وزادوا أن الله لا يعجزه من هرب ولا يفوته من طلب فلا تقترب من معك من شيعتي وأهل دعوتي فكأنهم قد صالوا عليك بعد أن صالوا معك إن أنت خلعت الطاعة وفارقت الجماعة وبدأ لك من الله ما لم تكن تحتسب مهلا مهلا أحذر البقي أبا مسلم فإنه من بغى واعتدى تخلى الله عنه ونصر عليه يسرعه لليدين والفم وأحذر أن تكون سنة في الذين قد خلوا من قبلك ومثله لمن يأتي بعدك وقد قامت الحجة وأعذرت إليك وإلى أهل طاعتي فيك وأردفلوا بآية قرآنية هنا يومس الخطاب أبو جعفر المنصور لأبو مسلم قاضب واستغرب من طبة أبو جعفر المنصور له بهذا الأسلوب والتهدي هنا رد عليه أبو مسلم الخرساني بعد ما شاف رد رسالة أبو جعفر المنصور العاتب والقاضب عليه وكتبلوا فيها أما بعد فقد قرأتوا كتابك فرأيتك فيه للصواب المجانب وعن الحق حائد إذ تضرب فيها الأمثال على قير أشكالها وكتبت إلي فيها آيات منجزلة من الله للكافرين وما يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وإني والله من صلقت من آيات الله ولكني يا عبد الله بن محمد كنت رجلا متأولا فيكم من القرآن آيات وأجبت لكم بها الولاية والطاعة فأتممت بأخوين لك من قبلك ثم بك من بعدهم فكنت لهم شيعة متدينا أحسبني هاديا مهتديا وأخطأت في التأويل وقد ما أخطأ المتأولين وإن أخاك السفاع ظهر في صورة المهدي وكان ظالم فأمرني أن أجرد السيف وأقتل بالظنة وأخدم بالشبهة وأرفع الرحمة فوترت أهل الدنيا في طاعتكم وتوطعت سلطانكم حتى أعرفكم الله من كان جاهلكم إما إن الله سبحانه تداركني منه بالندم واستنفذني بالتوبة فإن يعف عني ويصفح فإنه كان للأولين غفورة وإن يعاقبني فبذنوبي وما ربك بظلام العبيد هنا قال أبو جعفر المنصور رسائل أبو مسلم الخرساني قال هذا شيء بهذا ناوي إنه يخلع الطاعة ويعلن ثورة فيه خرسان هذا اللي واضح من رسائل أبو مسلم الخرساني لأبو جعفر المنصور وإنه نادم على رسالة إبراهيم الإمام له وتنفيذ ما فيها من قتل الناس بالشك والظن وعلى الصغيرة ولا يعف عن أحد أتاب له أبو جعفر المنصور رسالة ثانية برضو نفس التهديد والوعي أما بعد أيها المجرم العاصي فإن أخي كان إمام الهدى يدعو إلى الله على بينا من ربه فأوضح لك السبيل وحملك على المنهج السديد فلو بأخي اغتديت لما كنت عن الحق حائد وعن الشيطان وأوامره صادر ولكن لم يسنح لك أمران إلا كنت لأرشدهم تارك ولأقواهم راكب تقتل قتل الفراعنة وتبطش بطش الجبابرة وتعكم بالجور حكم المفسدين وتبذل المال وتضعه في قير موضع فعل المسرفين أما من خبري أيها الفاسر أني قد وليت موسى بن كعب خرسان وأمرته أن يقيمني سابوك فإن أردت خرسان لقيك بمن معه من قوادي وشيعة وأنا موجه للقائك أقرانك فاجمع كيدك وأمرك غير مسدود ولا موفق وحسب أمير المؤمنين ومن اتبعه الله هو نعم الوكيل طبعا ما زال أبو جعفر المنصور يرسل وتاره يرغبه وتاره يرهبه ويستخف بأحلام الناس اللي حولوا من الأمراء والرسل اللي كان يبعثهم أصلا أبو مسلم أبو مسلم يوم كان يبعث الرسل هذه بالرسائل كان أبو جعفر المنصور أصلا يبقيهم عنده ويخبرهم أترك أبو مسلم أوليكم أنا خرسان فكان يرغب الرسل أبو مسلم والخرسان أنهم يقنعون أن يأتي أبو جعفر المنصور وأنه ما راح يسوي له أي شيء هنا قام الرسل هذول اللي كان يرسلهم أبو جعفر المنصور والناس القريبين منه يحسنون الرأي عند أبو مسلم والخرسان يا أخي روح للخليفة حنما اتبعناك أصلا وحنما في عنقنا بيع للعباسين أما أنك تعصي تعصي للخليفة روح للخليفة شوف وش يبقى وش عنده وترى الرجال ما هو ناويك بشي هذا هو معلمنا ما هو ناويك بشي يبقى يجلس معك ويشوفك ويوليك الشام يوليك مصر هو يحتاجك هنا أبو مسلم بدأ يقتنع ببعض كلام اللي عنده وكان عنده شخص غير هذول الأشخاص شخص يدعى نيزة ما كان أصلا موافق على ذهاب أبو مسلم الخرساني إلى أبو جعفر المنصور وكان ضد أفكار أخويا هذول اللي يأيدون أبو مسلم أنه يروح لأبو جعفر وحاول يثني يقولوا لا تروح ترى الرجال ناويبك القدرة ترى يبي يقتلك الرجل من أول يتهددك وانت تعرف أن الرجل يكره بل لا تروح خلك هنا وتقدر هنا تنقلب على الدولة وتأسس دولة وهنا كل نشيعتك وكلهم هنا أصلا من الفرس ما اقتنع أبو مسلم الخرساني بنصايح هذا نيزة وقال أنا بروح لأبو جعفر فكتاب له هذا نيزة بعض الأبيات وذكر فيها ما للرجال ومع القضاء محالة ذهب القضاء بحيلة الأقوام أشار عليه قالوا دامك أنك رايح رايح للمنصور أول ما تدخل عليه أقتله وبايع منشئت من العباسيين فإن الناس أصلا ما رح يخالفوك وعمه موجود بايعه ما رح يخالفوك هذا الشيء اللي تقدر تسويه ما سمع كلامه بمسلم وراح وأول ما وصلوا وقرب للمدين تلقوا الأمراء المرسولين من أبو جعفر ويرحبون فيه ويهلون فيه حياك الله يلا حي انقلط انقلط حياك ويضيفوه وأشار على أبو جعفر المنصور اللي كان كاتب الرسائل اللي كان يكتب الرسائل لأبو جعفر المنصور وأيوب أنك لا تقتلوا في ذا اليوم يا أبو جعفر قال له البكرة فجاء أبو مسلم خرساني فدخل مجلس أبو جعفر المنصور وعظمه وظهر له احترام أبو جعفر وقال له اذهب الليلة واذهب عنك وعثاء السفر ومن ذكرة تعال راح أبو مسلم الخرساني وارتاح ذاك اليوم ومن الصباح جاء عنده أبو جعفر فلما جاء وحاول استاذنا على أبو جعفر المنصور قال له أجلس هنا أن الأمير يتوظى ويصلي أهذن بعد منتهى أبو جعفر المنصور أذل أن يدخل عليه وأول مداخل أبو مسلم الخرساني قام علي أبو جعفر المنصور عتاب وشارها ما بعدها شي بأشياء صادرت من أبو مسلم الخرساني فيعاتب أبو جعفر المنصور انتي شلي خليه تسوي الأشياء هذه فكان أبو مسلم يعتذر منها أنا والله أعتذر من الأشياء هذه اللي قمت فيها إنما قمت فيها بسبب أني أوطط أركان وأوطط للدولة قيام الدولة هذه الأشياء كلها قمت فيها ماه رغبة مني هذه الأشياء حتمت علي موضعي وقيادتي للجوج حتمت علي بقيام بعض الأفعال وذاكر ابن جرير أن المصور قبل قدوم أبو مسلم عليه جمع له ناس متواجدين معه اللي هو واحد يدعى عثمان بن نهيك وشبيب بن واج وابي حنيفة ابن قيس وبعض الحراس المتواجدين قال لهم تكونون قريبين مني إذا دخل علي أبو مسلم وخاطبته وخلصت منه وضارب بأحد يديه على الأخرى اطلعوا واقتلوا فكانت عندهم الخطة الخطة أول ما يدخل أبو مسلم وخلصاني وينتهي من الهرجة وهو يقوم هو يضرب على يده أنه خلاصا فتطلعون أنتم من الأماكن المتخبين فيها فتقتلون أبو مسلم قالوا له تم يا أمير المؤمنين فجالس فعاتبوا اللي هو قلنا أبو جعفر مصور استمر في اعتاب أبو مسلم وخلصاني وأول شي سألوا عن السيوف اللي ذي اللي يرسلوا المولى وقال له إنما الأمير المؤمنين الخمس بعد اقتالوا لعم أبو جعفر قال له ما فعل السيفين الذين أصبتهم من عبد الله بن علي عمي هذا واحد منهم معي قال له أريني يا فأخذوا أبو جعفر وضعوا تحت ركبته قال له ما أحملك على أن تكتب لأبي عبد الله السفاح تنهاه عن المواد أردت أن تعلمنا أنت الدين رد علي أبو مسلم قال يا أخذ أنت إن أخذوا الشيء لا يحل بعد ما جاءني كتاب أمير المؤمنين عالمت أنه وأهل بيتي ما أدنوا العلم فرضيت أين أبو جعفر ما نزي حقت الحج قال له فعلي ما تقدمت علي في طريق الحج قال أبو مسلم كرهت اجتماعنا على الماء فيضر ذلك بالناس فقدمت التماس الرفق فقال له أبو جعفر فلما رجعت حين أتاك خبر موت أبي العباس قال كرهت التضييق على الناس في طريق الحج وعرفت أننا سنجتمع بالكوفة وليس عليك مني خلاف قال للمنصور فجارية عبد الله بن علي أردت أن تتخذها لنفسك قال لا ولكن أخفت أن تضيع فحملتها في قبة ووكلت بها من يحفظها قال له ألست الكاتب اللي تبدأ بنفسك والكاتب اللي تخطب آمنة بنت علي وتزعم إنك ابن صليط بن عبد الله بن عباس ما أرد عليه أبو مسلم الخرساني وقال له ما أعملك على مراغمتي ودخولك إلى الخرسان ترفض رسائل أنك تأتي عليه وتروح تتجه إلى الخرسان قال أخفت أن يكون دخلك مني شيء فأردت أن أدخل خرسان وأكتب إليك بعذاري قال له فأليما قتلت سليمان بن كثير وكان من نقباهنا ودعاتنا قبلك في خرسان قال أراد خلافي رد عليه المصور ويحك وأنت أردت خلافي وعصيتني قتلني الله إن لم أقتلك فضرب بيده لأبو جعفر المصور فخرجوا عليه الناس اللي كانوا متفقين أول فانهالوا بالسيوف بالضربة على أبو مسلم فقطعوا تقطيع قطعوا رجلوا يدوا وانهالوا عليه بالسيوف والمصور يصير فيهم أضربوا قطع الله أيديكم ثبحوا قطعوا قطع لفوا في سجادة والقوا في نهر دجلة بعد ما قتلوا المصور قبل يلقيه في نهر دجلة وقف عليه وقال رحمك الله أبو مسلم باعتنا فبايعناك وعاهدتنا وعهدناك ووفيتنا لنا فوفينا لك وإنا بايعناك على أن لا يخرج علينا أحد في هذه الأيام إلا قتلناك فخرجت علينا فقتلناك وحكمنا عليك حكمك على نفسك لنا بر نفسه من المصور المصور الآن أفتك من أغلب الخصوم له أبو مسلم الخرساني وعمه يقول ابن جرير أن المصور واقف على جثة أبو مسلم الخرساني قال زعمت أن الدين لا يقتضى فاستوفي بالكيل أبا مجرم سقيت كأسا كنت تسقي بها أمر في الحلقة من العلقمة فخرج المصور وخطب في الناس خطبة زلزلتهم لأنه ما كان يعرفه من مقتل أبو مسلم الخرساني فقال فيه أيها الناس لا تنفروا أطيار النعم بترك الشكر فتحل بكم النقاط ولا تسروا قش الأمة فإن أحدا لا يسر منكم شيء إلا ظهر في فلتات لسانه وصفحات وجهه وطوالع ناظره وإنا لن نجهل حقوقكم ما عرفتم حقنا ولن ننسى الإحسان إليكم ما ذكرتم فضلنا ومن نازعنا هذا القميص أوطعنا أم رأسه حتى يستقيم رجالكم وترتعد عمالكم وإن هذا القمر أبا مسلم بايع على إنه من نكث بيعتنا وأظهر قشنا فقد أبحنا دمه فنكث وقدر وفجر وكفر فحكمنا عليه لأنفسنا حكمه على قيره لنا وإن أبا مسلم أحسن مبتديا وأساء منتهيا وأخذ من الناس بناء لنفسه أكثر مما أعطانا ورجح قبيح باطنه على حسن ظاهره وعلمنا من خبث سريرته وفساد نيته ما لو علم اللائم لنا فيه لما لا ولو أطلع على ما طلعنا عليه منه لعذرنا في قتله وعنافنا في إمهاله وما زال ينقذ بيعته ويخفر ذمته حتى أحل لنا عقوبته وأباحنا دمه فحكمناه فيه حكمه في غيره ممن شق العصى ولم يمنعنا الحق لمن أمضاه الحق فيه وما أحسن ما قال النابق الذبيان للنعمان فمن أطاعك فانفعه بطاعته كما أطاعك والله على الرشد ومن عصاك فعاقبه معاقبة تنهي الظلوم ولا تقعد على ضمدي أهينا صدموا الناس من أبو جعفر المنصور وقوة جرأة القتل أبو مسلم أعظم قائد في الدولة العباسية يكر في البيهقين الله بن المبارك سؤال عن أبو مسلم من هو أفضل ومن هو خير أبو مسلم ولا الحجاج فقال لا أقول أن أبو مسلم أصلا خير من الحجاج ولكن كان الحجاج أصلا أشره من أبو مسلم فأغدأتهموه الحجاج وبعضهم على الإسلام ورموه بالزندقة وأن الشيء اللي أشوفه على أبو مسلم أنه رجل يخاف الله وقد أعلن توبته نسفكل الدماء في قامة الدولة العباسية والله أعلم بأمر الجميع مما روي أيضا أن أبو مسلم قدال على نفسه أرتديت الصبر وآثرت الكفاف وحالفت الأحزان والأشجال وشامخت المقادير والأحكام حتى بلغت غاية همتي وأدركت نهاية بقيتي طبعا أبو مسلم الخرساني من الناس المفوهين والأذكياء وكان يحفظ الشعر وكان رجل أي شخص يقابله يعجب في هيبة أبو مسلم الخرساني طبعا تم قتل أبو مسلم المدائن سنة 137 للهجرة بعدها قام أبو جعفر المنصور في تأليف وتقريب أصحاب أبو مسلم بالأعطيات والرغبة والرهبة والولايات تعالوا وليكم لأنه كان خايف من انقلابهم عليه واستدعى أبو إسحاق وكان من أعز أصحاب أبو مسلم وكان على شرطة هذا أبو إسحاق كان والي الشرطة مع أبو مسلم أبو جعفر كان ناوي أصلا يضرب عنه وكان ناوي يقتل لكن أبو إسحاق أول ما شاف أبو جعفر وعرف أنه قتل أبو مسلم وخاف أنه يقتلوا فانخلع أبو إسحاق هذا وخافهم وقال يا أمير المؤمنين والله ما أمنت وقط إلا في هذا اليوم وما كنت يوم أدخل على أبو مسلم إلا تحنطه ولبسته كفني وكشف على ثيابه اللي هو لابس الكفن ومتحنط وجاهز هنا شافه أبو جعفر المنصور ورقل وقلبه عنه لهذا الضعيم طول السنين هذي بأبو مسلم وخايف من أنه يذبحه عافى عنه ويقولونه ذكر من ضمنه اللي ذكرها ابن جرير إن أبو مسلم قاتل في حروبه قيامه للدولة العباسية ستمائة ألف شخص صبرا هذول اللي قاتلهم صبرا يعني مقيدين عنده في القصر الأسرى ستمائة ألف شخص خير اللي في المعارف طبعا أبو مسلم في نهاية عادوا قبل قتله تابعا هذه المجازر اللي كان يقوم فيها طبعا من الأشياء اللي حدثت أثناء قتل أبو مسلم ولفه في السجاد دخل على أبو جعفر المنصور عيسى بن موسى قال يا أمير المؤمنين أين أبو مسلم قال له أبو جعفر قد كان هنا وراح قال له يا أمير المؤمنين قد عرفت طاعة أبو مسلم ونصيحة ورأي إبراهيم الإمام فيه فقال له أبو جعفر ويعك والله ما أعلم في الأرض عدوا أعدى لك منه هاهو ذا في البساطة النا فقال إنا لله وإنه لا رجل فزعله قاضب أبو جعفر المنصور فقال له خلع الله قلبك أكان لك مع أبو مسلم أمرا تدسه عنه بعدها استادع المنصور الرؤساء اللي عنده اللي ما كان يدرون عن قتل أبو مسلم وكان يستشيرهم يقول له ما رأي يكون في قتل أبو مسلم الخرساني حين اليوم بنقتل فكانوا كلهم مشيرون أي واقتلوا وبعضهم منهم اللي كان يتكلم ويتكلم بصوت خفيف كيف تقتلوا يا أمير المؤمنين هذا أبو مسلم الخرساني كارخايف يتكلم يدوب بشويش واستغرب منهم أبو جعفر المنصور انت خاف انت تسرسرني أنا الخليفة تسرسرني في قتل واحد من ولاة البلدان بعد ما شوفهم أبو جعفر هذا وضعهم ان يدوب يسرسروا ومأيدينه بس لكنهم ما ودهم أن أبو مسلم يعرف انهم هم أشاروا على الخليفة انه يقتلوا فقال لهم هذا أبو مسلم قد قتلناه وهذا هو في السجاد خذوه ورموه بنهر دجلة هينهم شوفهم فهم بسطوا فرعوا وأيدوا أبو جعفر المنصور وخذوا أبو مسلم راح ورموه في نهر دجلة بعدها كتب أبو جعفر المنصور نائب أبو مسلم في خرسان جمع جميع من عنده من المحاصيل والذخائر والأموال الموجودة في خرسان ويرسلها لأبو جعفر المنصور وكتب الرسالة هذه وختمها بختم أبو مسلم الخرساني كأنه هو أبو مسلم الخرساني موجود عند أبو جعفر المنصور ويطلب منك أنت يلا الوالي ارسل المحاصيل ويرسل الأموال والذخائر اللي موجودة لما رأاه الخازن بعد أن أخذها الوالي الوالي ما يدري أعطى الخازن الخازن على الأموال فلما رأىها الخازن أشتراه من الرسالة هذه يستغرأ لأنه أصلا كان أبو مسلم الخرساني يخبر الخازن هذا إذا جاءك كتاب مني فإن رأيته مختوم بنصف الخاتم فأمضي فيما فيه فأعرف أن الكتاب هذا مني إن رأيته مختوم بكامل الخاتم أعرف أنه ليس مني ولا تقوم بأي شيء باتجاه هذه الرسالة فهلا أول ما وصلته رسالة للخازن هذا ما رأى شاف إن الأصلا اللي مختمها ما هو مسلم الخرساني فامتنع أصلا يرسال أي شيء من الخزائن الخرساني فأرسل بعد كذا أبو جعفر من يأخذ من الخازن هذه القنايم والأموال اللي موجودة في خرساني ويفصل هذا الخاز وكاتب منصور أن يولي خرساني داود بن إبراهيم بن خالق لكن بعد مقتل أبو مسلم الخرساني خارت شخص على أبو جعفر منصور مطالب بدم أبو مسلم وهذا الشخص يدعى سنبات كان مجوسي وكان يسمى بفيروس اسبهان وبعث له أبو جعفر منصور جيش عشرة ألاف فارغ فالتوقع هو وجوش هذا سنبات ذله في منطقة قريبة الري هذه قصة أبو مسلم الخرساني وتعد هذه القصص من القصص الملهمة والمحزنة في نفس الوقت هذا الرجل واقف في وجه الظلم وحارب لتحقيق العدالة لكن في النهاية قانته السياسة وكما يقول الثائر الفرنسي الثورة تأكل أبنائها فاعطوني أنتوا رأيكم في القصة هل كان أبو مسلم بطل حقيقي ولا كان طموحه قاد وطموحه وقروره إلى نهايته فأتمنى أن أتعجبكم القصة ولا تخلون أبو مسلم الخرساني نسيكم دعم القناة بالعجاب والاشتراك والنشر والسلام عليكم